ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وبعد القيام بتفتيش السيارة والاستماع إلى صاحبها بمعية الدرك الملكي لوحدة سيد إبراهيم تحت إشراف النيابة العامة المختصة تبين أن الأمر يتعلق بعملية تهريب تمانية سقور تعود ملكيتها لأشخاص ينحدرون من دول خليجية وفي يوم السابع عشر من نومبر 2021 وبتنصيق مع إدارة الجمارك تم ضبط بالمطار الدولي مراكش لمنارة تمانية سقور مخضرة ومخزنة بشكل محكم حتى لا تتير الانتباه بحوزة المبحوث عنهم وهم يحاولون التوجه عبر طائرة خاصة خارج المغرب حيث انتقالت عناصر المياه والغابات إلى المطار لتقوم بحجز السقور موضوع البحث وتعمق البحث مع المشتبه بهم من طرف الضابطات القضائية وذلك تحت إشراف النيابة العامة وللاستكمال البحث والتحريم من أجل تفكيك جميع خيوط الشبكة انتقلت فرقة مكونة من الضرك الملكي والمياه والغابات إلى سيدب النور للتحقق من مصدر السقور والبحث عن مشتبهين آخرين بتعليمة من النيابة العامة حيث تم حجز كمية مهمة من الطرائد متلجة تنتمي إلى الأصناف المحمية تم استيادها باستعمال السقور